مصرية دي أول حلقة لحدوتها مصرية بعد الحادث الأليم اللي وقع في قرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء أو الأمس الجمعة أصفر الحادث عن سقوط 305 شهيد حتى الآن وما يقرب من 180 مصاب خرج بعضهم من المستشفيات والبعض الآخر مازال يتلقى العلاج بصراحة يعني واحد مش عارف يقول ايه يعني والموضوع موضوعه بقى أكبر من الكلام موضوع الحزن والأسى اللي خلفته هذه الحادثة الأليمة بقى أكبر من أي كلام ممكن يتقال بس بنقول ربنا يرحم الاستشهد ويعني يلهم أهله وزوية ويلهم نحن كمان الصبر وسلوان على فقدانهم وإن شاء الله العدلة لابد أن تتحقق ولابد أن يقتص لدماء هؤلاء الأبرياء اللي ما كانوش بعملوه أكتر من أنهم كانوا بيعبدوا ربنا في بيت ربنا كيف يتصور ذهن أن يقتل إنسان بني آدم أناسا يصلون في بيت من بيوت الله سواء كان هذا البيت مسجدا أو كان كنيسة أو حتى كنيسا أو أي مسجد من المساجد أو الأماكن العبادية التي يتعبد فيها البشر لخالقهم الذين يقتنعون به أين كانت صورته أين كانت سماته أين كانت صفاته في الأخير هم يتعبدون لإلههم فأنت تأتي لتقتلهم وتسلوبهم حياتهم هذا الأمر أظن يعني خارج إطار البشرية وخارج إطار الآدمية يعني ليس آدميا من يجرؤ على فعل هذا يعني تسمعنا الفترة اللي فاتت كلام من عينة أصله المسجد ده مسجد المتصوفة وفي بعض الشيعة طب والمسجد ده حتى لو كان فيه يهود يعني كان كنيس وفيه يهود فهلقت لهم الآية القرآنية بتقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع يعني إيه قتل الناس جميعا وأخذ بالك يا فاطمة خليك معي يعني هي آية مذكورة في القرآن ومذكورة في التلمود يعني إيه قتل الناس جميعا خلي بالك اللي هو أفنى البشرية يعني أفنى البشرية يعني خالف الهدف اللي ربنا خلق الكون من أجله ربنا خلق الكون عشان الإنسان يجي يعمر هذه الأرض ويعيش فيها ويعبدها والكلام ده. لما أنت تجي تفني هذه البشرية بقى أنت كده تتحداه. يعني أنت كده بتوصل بتناطح رأسك برأسه وله المسأل الأعلى. يعني الحكسة دي بتستبعد البعد الديني فيما تعلم بالإرهاب. أصلا. يعني المسألة اللي هيكلمة دين ومش دين ده مش دين. لأن كان هناك من يبرر. كان هناك من يرى باختلاف وجهات النظر. كان هناك من يرى باختلاف الدين. ولكن الإنسانية ليست محدودة بدين. وليست محدودة بعقيدة. وليست محدودة بجغرافيا. لكن طبعا الإرهاب لا دين لا كما يقولون. يعني الفكرة هنا بقى انتهت خالص. يعني انتهت فكرة أنه الناس دول بيحركوا بالدين. يعني الدين يعني أي دين أي عقل في الكون لا يقبل بأنه أقتل مصلين. أين كان المصلين دولا في. أين كان ديانتهم ما بالك لا. وانت بتدعي انك بتتبع نفس الدين الذي يتبعه هؤلاء الذين قتلتهم. يعني ازاي انت تروح تقول لي انا مسلم. تروح تقتل المسلمين بيصلهم. طب هو انت هما لما هما مسلمين بيصلهم. طب تقتلهم عايز منهم اقترب من كده ايه. انت انت بتقول لي انا بتعرف بنا وانا بانصر كلمة بانصر الله ومش حالي بقولك. حلو الكلام. بتروح تقتل الناس اللي بيصلوا طب ازاي طب فاهم هالي دي. يعني فاهم هالي. الحقيقة ان الارهاب يعني ظاهرة قديمة وتم درستها باشكال مختلفة. واحنا نعرضه بنترح مفهوم الثقافة في مواجهة الارهاب. والمشكلة عارفة يا فاطمة انت انت حاطي ايدك على مربط الفرس زي يقول. مشكلة ان احنا ما بنعرفش نقرأ وانعرفنا ما بنفتكرش الارهاب. التاريخ بليان حاجات من دي. لو بنقرأ التاريخ هنعرف. الارهاب في ذاته او القتل او جريمة نفسه اكثر من الثقافة. انا بقولك احنا لو بنقرأ تاريخنا. لو بنقرأ تاريخنا كويس كنا هنقدر نتتبع خطى الناس دول ويبقى عندنا استباقل اللي بيعملوه. اه فاتحة الارهاب الانديسيان. اه لانه التاريخ مليان. يا جماعة يا جماعة ده فيه كوارث حصلت في التاريخ الاسلامي. كوارث. بس للاسف الشديد احنا بنتسن راسنا في الرمل وبنعدي الامور يعني انا مش عارف. لو كلمت يحبسوني. اه والله لو كلمت يحبسوني. انما اللي انا عايز اقوله ومش هقوله دلوقتي عشان ما تحبسش. انه ده موجود في الكتب. اقروا الكتب. اقروا وشوفوا ما اللي حصل. في حاجة يا محمود. يعني فكرة الكتب تنتمي الى تاريخ قديم. يعني فكرة الزمنية ونفي الزمن هي المشكلة في الثقافة. يعني التاريخ الاوروبي مليان كوارث في الكتب برضو. ولكن فكرة المجتمع هناك. ايو. ايو بيتعلمه. حسمت موقفها من. ايو. موقفها الاخلاقية. اه. وفهمه. واستوعبه. اه. وتعلمه. واستبقه. يعني. بالفعل. بالفعل موقفه كان موقفا دينيا وليس علمانيا. يعني بيتم الزج بالعلمانية او الزج بالدين في مواجهة العلمانية عشان نقفل على القضية. لا. العلمانية العلمانية مش ضد الدين. ولا الدين ضد العلمانية. ايوة. وموقف اوروبا وتطورها نحو العلمانية كان موقف ديني بالاساس. وموقف لتطوير ديني. صحيح صحيح. وقام به رجال دين. صحيح. وفلاسفة. بس ناس وقته مواداء اللي بيخلي الواحد يبقى مندهش جدا. انه اكبر سلطة في البلد تدعو الى تطوير خطاب الديني. يعني ايه تطوير خطاب الديني? يعني انا اطلع اقول خطبة موحدة. ما هو ما فيش كده. يعني مش للدرجات يعني احنا. اوسع. مش بهذه الدرجة من السطحية يعني. تطوير خطاب الديني يعني ايه? يعني الراجل راح اتل. هو بالمناسبة. عارفين اللي اتلوا دول اتلوا اتلوا كده اتل كده منه لنفسه? لا. عنده فتاوة. عنده كلام. يعني عنده كلام في الكتب. خلي بالك. يعني ايه? يعني الراجل مفكر ان هو عمل صح. عمل كلام صح. على فكرة في الحروب. معنى تطوير خطاب الديني ايه? ان انا اجيب الكلام ده. واطلع افنده. اقول يا جماعة ده تفسير خاطئ. وتأويل خاطئ. انا مش بقول يا جماعة اروحوا غيروا القرآن. محدش يعرف في غير القرآن. القرآن ما ينفعش يتغير. بس اقدر اغير ايه? اقدر اغير التأويلات بتاعت القرآن. اقدر اغير التفسيرات اللي اللي موجودة اللي من خلالها بيتم باستنباط فتاوى واحكام بتخلي الناس دول يروح يقتلوا. يعني معروفة جدا. الموضوع واضح وسهل. يعني على الفكرة. وفوش اكتب من اني ابقى عندي قرار. ابقى عندي رغبة. الريس بيقول يا جماعة ما تشوفوا حكاية تطوير خطاب الدين. انت مش عارف متمسك بايه? في في فكرة يا محمود مهمة جدا ان الخطاب الثقافي موجه ناحية المجرمين ان احنا بنقول لهم لا ده الاسلام مش كده. الفكرة ان المجرم ما بيتخطبش بالعقل. اسناني اه اه معلش فاطماء انا كلامي مش معناه مش معناه ان انا اروح اتجيب الرجل اللي قتل ده واعود اكلمه. هو خلصان. ده ده عدد ده. ده ده عدد خلاص. انا باتكلم في اني الحق اللي جاي. دي مبررات. الحنافية مفتوحة. الحنافية تظل مفتوحة. طول ما انا ما باخدش اه مواقف حاسمة في هذا الاطار. الحنافية تبدل مفتوحة. اللي قتل النهاردة بكرة هيتولد واحد زيه هيقتل بعد بكرة. كده. فانا عايز الحقهم. اه افتكرت مئة عام من العزلة. وشايف انها تنطبق قوي على المجتمع العربي الاسلامي. اه. ازاي ان العزلة وقفل باب الاجتهاد. وقفل باب الزمن. والرجوع بالزمن. حتى لو كان الزمن ده فيه دم وفيه قتل وفيه استباحة لاموال واعراض وارواح المسلمين. مع ذلك مقبول. يعني احنا بالزبط عملنا زي ما كنته. لقفلنا على نفسنا مئة سنة. وغرباء عن العالم وغرباء عن نفسنا. وده بنلاقيه في الكتب. يعني بنلاقيه في الكتب. وده اللي انت اشرت ليه في الكتب فعلا. لا ينتمي للزمن. وبنموت. يا سيدي تاريخ كله كله دماء. وكلها مبنية على يعني تفسيرات خاصة. يعني. الرجل اتلوص ولا بوه في قلب الكعبة. هدوا الكعبة يا ستي. يعني الكعبة نفسها اتهدت مرتين. انضربت بالمانجانية. وغلو قالت. اه 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 اسرة الرسول على السلام نفسه اه تم اسرهم. يعني اتلوا اللي اتلوه واسروا الباقي. ففهم الفكرة? اه اه اه. الخليفة الاخر خليفة قومة وامرار ابن محمد ده عملوا في ايه? اتلوه وحرقوه جوة بطنه حمار. يعني انا اسف في اللفظ. فرغوا جلد يعني شفوا الحمار وحطوا الرجل في الجلد بتاعه وحقولعه فيه. هذا تاريخ الدموي كامل لابد من قرأته بتماعهن والخروج منه بمواعز حقيقية نغير من خلالها الكلام اللي عندنا. علشان اللي جاي. انا بتتكلم على العدة. العدة ده مالوش غير السلاح. يعني مالوش غير الجيش بتاعنا والجيش قادر على انه ان شاء الله يرضع هؤلاء والشرطة بتاعتنا بب. واحنا كمان واحنا كشعر. انما انا بتكلم على اللي جاي. وهو اللي جاي. لسه المفرخة شغالة. المفرخة شغالة. وده مش هيوقف. وكل يوم نقعد نتوجع. وكل يوم نتقلم. وكل يوم نعيط. يعني وبعدين يعني. يعني الحسم هو طريق التاريخ والموقف من التاريخ هو الذي يحسم هذه المعارك الوهمية التي ينساق اليها المغرر بهم في طريق يعني غير انساني بالمرة. احنا فقرتنا الاولى النهاردة عن مواجهة الارهاب في الشعر. وبنلتقي بالشعر الشاب محمد عزوز شاعر عمية. وبنتكلم معاه عن المجتمع وكيف يؤثر في الشعر وكيف يؤثر الشعر في المجتمع. محمد عزوز صعيدي وبنشأته السعودية اثرت على شعره واثرت على عالمه الابداعي. خاصة انه بيتصل باحد القضايا التي المستنكرة الى حد كبير وهي الثقر وكيف تعامل معها في الشعر وكيف استوعبها الشعر او كيف تعامل الشعر مع قضايا اجتماعية تراها مهمة جدا وفي فقرتنا الاولى لهذا اليوم. فقرتنا التانية في حلقتنا النهاردة من حدودة مصرية هتبقى حول مكافحة الارهاب بالفكر والاعلام وهيبقى اضفنا فيها الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشافعي. طبعا اكيد الاعلام لدور مهم جدا في مواجهة الارهاب ومكافحة الارهاب. اظن انه ده واضح بشكل يعني لا شك فيه انه الاعلام بقى واحد من اهم الاليات اللي بيتم من خلالها مواجهة الافكار المتطرفة والهدامة في المجتمع المصري وفي مجتمعاتنا العربية بشكل عام. عشان كده يبقى فقرتنا التانية النهاردة في الحلقة حول مكافحة الارهاب والاعلام. الفقرة التالتة حوار مع الشيخ اسامة موسى عن الارهاب. والحقيقة يعني الحوار يعني يا محمود فكرة الانتظار موقف الدين من الارهاب. يعني هل الانسان ينتظر موقف ديني او فتوى دينية تبيح له او تمنعه من الارهاب. يعني انا. لا لا الفكرة هنا هم الناس اصلا هم انت تخيلها ان الناس دول بيصنع اسمعوا علماء الازهر والبتاع والفكر الوسطي هما لهم شخهم ولهم يعني المفتيهم ولهم خطوهم اه خطوهم الفكر المستقل تمانا. بالعكس هو بيتكفروا الازهر. يعني الازهر بالنسبة لهم كافر. واحنا كمجتمع كلنا كفرة. يعني الكون كله كافر هم بس المؤمنين. وده برضو موجود في التاريخ اللي بعدك. وافكاره. موجود في الديانات التانية كمان. مش في الاسلام بس. انا بتكلم على مشكلتنا بقى دلوقتي. خيب اللي احنا فيها. مشكلة هرتكلم عليها علينا. لازم 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 نتفنش راسنا في في الرمض. بقولك. بس هي فكرة قديمة. فكرة ايمن. كان ده قديم. وكان زماد. ويعني مرتكزاته الفكرية موجودة ومعروفة وتم منقشتها. ولكن لم يتم البد فيها بشكل نهائي. على مدار التاريخ. ليه? مع اللي احنا بنشوفه حاليا ما بنقفش. نجيب هذه الافكار ونترحها للقاش ما بين المفكرين والعلماء. علماء الدين وعلماء غيرها من من العلوم. ونوصل لحلول. يعني ايه ده? يعني ايه ده? والرجل المفتي او الامام اللي قال كده. قال كده ليه? وكان ايه ده وفعه. وده بالتالي كان ليه سبب محدد وانتهى هذا السبب. فالمفروض نلغيه. فبقاش يتدرسش مثلا تاني. ما يتقلش اصلا على منبر تاني ولا في خطبة تاني. وكزا. لازم نحرك الامور. وإلا هيتولد لنا جيل فيه برضو ارهابيين. وفيه ناس متطرفة. وفيه ناس متزمتة. وفيه ناس بتكره نفسها قبل ما تكره هيكون من حواليها. يعني طول الوقت هيفضل ده عندنا. الموضوع ما تروح برضو من وجهة نظر الثقافة والاعلام. يعني احنا في حوار هنعمل حوار مع الكاتب الصحفي محمد الشفعي. وحوار تاني مع الاستاذ عبدالجواد ابو كب. حول موقف الصحافة وردود الفعل الاعلامية. وكيف يؤثر الاعلام في المجتمع. وكيف يكون الاعلام والثقافة. اداة في مواجهة الارهاب. فقرتين عن الصحافة والارهاب. الفقرة الاولى. مشاهدين الكرام. عن المجتمع وقضايا في الشعر والابداع. مع محمود شرف بعد الفاصل.